موسيقى هذه الفكرة هي اليوم تسمى بالزاوية أو الزاوية بالأمازيغية وهو اسم أطلقه الرواد أنا لم أمشي إلي أعطيت لها اسمه ولكن واحد بجموعة المحيبين هم اللي قالوا أو الدياد الفضاء شابيهون بالزاوية وسموه الزاوية نتوسنا يعني زادوا لهذا المصطلح الذي نتوسنا هي المعرفة زاوية المعرفة الفكرة في البداية هذه منزل العائلة منزل الجد الجد الأكبر ديالنا وكبروا فيها الوالد والعمات ديالي والعمام ديالي معظمهم توفى رحمهم الله وبنيت قريبا شواخر القرن التاسع عشر يعني واحد مئة وعشرين تنمية وثلاثين سنة في عمر هذا البيت واحد ثلاثين سنة أصبح خرابا يعني كنا كنا ندخلوا للعب فيه ولكن بنينا ديور خري الوالد بنظر ديال وعمامي بنو ديال ولكن منزل ديال العائلة أنا كان يحز فيه نفسي أنه هذا التراث بكل حمولته لأسرية على الأقل ما بقاش فكانت الفكرة هو أنا طلبت لوالد وقلت له اودي هذا الدار أنا بغيت هان ناخدوها في إطار الإيرت راكم عارفين هاداتنا واخديناها وقال لي رأي بني سير بني شي بالأساس سهلا رأي هذه غاد تكلفك بزاف قلت له اودي الله هذه فيها التاريخ التاريخ لا يبع ولا يشترى فبديت كان نصلح فيها واحد للمدة صراحة أنا بجهود أخذت مني جهود كبير وأنا رجل تعليم رأي ماشي شي واحد عنده المال أو الأعمال أنا غير مولع بالتقافة وبالفكر وبالطرات واشتغلت بزاف على الترميم ديالي قدر لمخازي الجماعية فقلت لي ماذا لا أرممه بيت العائلة وبديت فما كانش ترميم ولكن إعادة البناء وفق تصور إذن كان عندي تصور بالبداية قلت هذا الفضاء يجب أن يكون فضاء مفتوحا فضاء يستقبلوا الناس فضاء للفكر والحوار ومنفتح على التقافة فاش نقول لكم مثلا هذا الدر دازوا فيها المغاربة دازوا فيها الأجانب دازوا فيها من مختلف الجنسيات ودازوا فيها الأفارقة أنا استقبلت هنا من أفارقة من جانب الصحراء في لقاءة معهم بمعنى اعتبرتها فضاء مفتوحا للعوم وفضاء للعيش المشترك وللتساكن ولبدي قيم التسامح ولينفتاح على ثقافة الآخر من بعد جاءت الفكرة ديال واحد المجموعة ديالتوحف كانت ضيع كنا نستعملوها أنا ما بنتش ندير متحفظ من فهم المتحف ولكن قلت واحد المجموعة ديالأشياء البسيطة كنا نستعملوها وكنا نبقينا كلحوها بوليد كان نجمعها وعلقتها هنا وكان نشرحوها للأطفال الجيل الجديد فيها الجانب ديالإنارة اللي فيه أجيال فيها الأدوات ديالالطبخ الآواني لوسائل يومية الأشياء التي كانت تستعملوها العارس واحد المجموعة ديالأشياء اللي هي كينة اليوم هنا تؤتتو هذا الفضاء ثم الجانب المرتبط بالمكتابات هي فيها تقريبا ثلاثة المكتابات ووحدة الرابعة كينة عندي في الضرف في مدينة أقادير ولكن سأجمع كل هذه الأشياء عندي ما يزيد على 16 ألف مصنف وفيها مجلات مفقودة فيها كتب ديال الوالد الله يرحمه اللي شاريها في الخمسينات فيها اللي مانيال سكولير ديال 1953 بمعنى فيها واحد هذي براسهات تهيئة جحافية يعني كنحاول نصنفها ونقادها ومن بعد سأفتحوها للعموم ولعموم الطلبة والباحثين وفقا برنامج لأنه يكون هنا غادي نشوف هات الأشياء الزاوية الزاوية بدأت أنشطتها وعندها واحد صفحة على فيسبوك لحد الساعة معروفة بصالون العيود التقافي فيها واحد الجرد لمختلف هذه الأنشطة استقبلت فنانين كبار مثلا عمر سييد عن مجموعة ناس الغيوى والناس الغيوى أنتهم باتوا هاتذر راشيد حاميد شيفا مجموعة إيقيدار يسنزار أرشاش محمد يالوداد يمدوكال مزاف يحدث أي مجموعة المتقافيين الفنانة لين كانين فيه سجل اللى يجو عندي هنا مجموعة مزال إذا هاتوا كلهم كان هناك ذلك الروايس واحد مجموعة ذلك الروايس أحمد وماست بيزماون الله يرحموه كان عندي هنا إلى آخره هل نقول لك كتار كل شيء تقريبا أنا صديق الفنانة كلهم دازوا هنا مجموعة دي الباب علي والفارق الممتلين كله كان هنا فولت عندها ذاكرة ولت هذا الفضاء ولت عنده ذاكرة فنية وبالتالي أصبح كان أصبح ذاتيق الأخر ولت مسؤولي أخرى أنه لاستمرار في هذا المشروع لإتمامه وكي يبقى ضمن هذا التوراة ديالنا بغريبانا كما قلت ابن هذا الوطان اشتغلته كثيرا في العمل الجماوي اشتغلته على المكون التقافي المكون الفني من أجل إعلاء رفعاته والمساهمة في هذا البناء وهذه تجربة بسيطة ولكن أعتقد أيضا فيها هذا الجانب للسينما لأنه عارف بأنه سوس كاملة مبقاش في التقاعد للسينما إذ طررنا لصناعة سينمانا بأنفسنا داتا شو هذا الإكران وكان ديالو دي بروجيكسين وليوم سنرى شريطا بحضور المخرج وعرضنا هنا أفلام بحضور مخرجين ومناقشها مع المتقافين والفناني بمعنى من لا شيء يمكن أن نصنع التقافة وبدون الاعتماد على أي دعم وأي تمويل كيفما كان أنا قلت بأن هذه زاوية يجب أن تدبر بهذه الطريقة وفي هذه الطريقة مفتوحة لبابرة لا تدخلوا شيء مستدود وقد ندخلوا طيب الراسنا ونأكلوا بعضياتنا ونتقاسم ما نجد به جميعا لأن الهدف ليس هو الأكل ولا هذا ولكن هو التباد والتقافي هو الانفتاح هو الجوار هو النقاش ويرجاع التقافة ويعطى البعد للتقافة لأن التقافة اليوم مشي لمشكلة في التقافة لمشكلة في المدبرين يجب أن نغطينا ماديج بأن التقافة لا زالت بخير وأنها يمكنها أن تعود ويمكنها أن تساهم في بناء مجتمع المتماسك اشتركوا في القناة